موسيقى جسدت التراف اللبناني يلي بلشنا نفتقده شوي شوي بلبنان على فناجين القهوة وغيرها من القواني قدرت تبتكر نكهة خاصة للفولكلور الخاص بهالبلد وحتى لبلدين عربية تانية من خلال موهبتها بالرسم لينا وبنت داليا أصمر جمعتهم الموهب والذوق والفن فأصبحوا الأردولاتابل يلي بتقدم للطولة كل ما تحتاجه من زينة الأردولاتابل هي بلشت منشي عشر سنين وقت بلشت أنا عندي شغف بالطولات والتنسيق الطولات والمائدات والطولة بنسقها أنا من فرام اي توزي يعني فيني أعمل لك طولة من شرشفة لصحنة لكبيتها لجوت لكله كله هند ميد و هند بيتد فرام اي توزي أنا ولينا أصمر يلي هي أمي منكمل بعض بالآدولاتابل يعني هي بتعمل كل شي في الشراشة في الأندر بليت في نجين قهوة صحون كل هدو الأصص قصص بنتور قصص ديزاين و أنا بكملها بعمل كل شي في تناجر روتات علب سواني في نجين قهوة في نجين شار النيو كولكشن اللي اشتغلت فيها هاي دي سيزن كلها دخلها كروكوديل سكن هلا أكتير المودة بالفاشن و بالتياب كل شيء اكزورت سكن يعني البايتون الكروكوديل و هيك سو حبيت فوت المودة طبعا التياب بالهوم اكسسوريز الكلور اللي حبيت استعملون أكتر شي هنالجولد والسيلفر لأنه هول الكلور اكتر شي بالبق أولى لكل البيوت وكرميل مايعت كتير قوي الكروكوديل الجولد والسيلفر فوتت فيهن جيومتريكال شايف يعني الراوند سكوارد حتى تعطي للقطعة أكتر هيك تطلع مهضومة أكتر ترندي وبهالطريقة صار حاجة لبيت بقدار يستعملها يعني البيت المودان البيت الكلاسيك يعني كل أنواع اللي بيوت السنة بهال الموسم طلعت بكازا كوليكسيون منهم كوليكسيون لبنانية يلي هي جسد التراث اللبناني على فنجين قهوة الفنجين قهوة مودان كلهم حطي ينالهم بلاتين عمسكاتهم من فوقهم من تحت ورسمنا عليهم المرة اللي بتعمل ساج الرجال بالشرويل يلي عم يشرب أرقيلة الحاملين الجرة النسوين البيوت اللبنانية تراثنا اللبنانية يعني كلهم جسدتوا عفنجين قهوة وكل الفنجين غير عن التاني يعني ما كررت نفسي أبدا أبدا فيهم يعني كل الفنجين اللبنانية 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 استوحيت من العباية الخليجية يلي هي كلها بسموها البشت يلي كلها مرصعة بالذهب من قدام كمان جسدت عفنجين قهوة نحطوا عصواني رخام يعني جاني الواحي من صنيط الرخام السوداء لقيتهم كتير كتير اللبنانية معها لهايد العباية عملناها عفنجين شاي عفنجين شافي وكتير أخدي كمان أخدي سكسي هلا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة